ايه يا عظيدي الله الله بالعافية ايه يا عظيدي الله الله ايه خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة على العز والحجاب خلها بجفن عينك صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الابدين فازو الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم جمع الصفاء الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم سيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبل حسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطقين كالنبي محمد يا نجعة الحيين ينهى شمو الندى وحمى الذمارين العلاء والسؤددي فلتذهب الدنيا على الدنيا العفاء سعد الله قلبك أبا عبد الله فلتذهب الدنيا على الدنيا العفاء يا ما بعد يومك من زمان يا نجعة الحيين أرغدي أفديه من ريانة ريحانة يا نجعة الحيين جفت بحر ضمن وحر يا نجعة الحيين يا نجعة الحيين الندى شلون كان حال مولانا الحسين عليه السلام لما نظر إلى ولده علي الأكبر وهو مقطع إربا إربا والله شايا فونا بالشابت علي راح حنفوق وصفق راحين على رايح وصاحب صيات يا زينب إلا الزينب إلا لأم المصائب وصاحب صيات يا زينب علي راح أحيي أخو يظلمت الدنيا علي أخو يظلمت الدنيا إيا علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نال الله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين آمنا بالله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه أحسانا صدق الله العلي العظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو حسنا أكو قراءتين ما المراد من الوالدين أكو عدة آراء أحاول أن أذكر بعضها بما يسمح به الوقت الرأي الأول الوالدان هما أمير المؤمنين ورسول الله محمد اللهم صلى على محمد فهم الوالدان بأي معنى والدان عدة معاني معنى من المعاني المراد منها الأبوة الروحية الدينية العقائدية يا علي أنا وأنت أبواه هذه الأمة طبعا يا أمة الأمة المؤمنة بولاية محمد وآل محمد فهذه الأبوة الروحانية العقائدية الدينية نعم لو لا هما لما كنا أسلمنا لو لا هما لما عرفنا الله عز وجل ولما عبدناه شيء يقول سيد رضا الهند الموسوي رحمة الله عليه النجفي هذه القصيدة قرأها في ولادة النبي صلى الله عليه وآله لكن بعضها كاتبها في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام ما هي تشملهم أثنينهم أنفسنا وأنفسكم وَلَوْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِ آدَمَ نُورُهُ لَمَا قِيْلَ قِدْمًا لِلْمَلِ الْمَلَائِكَةِ إِسْجُدُوا ولولاه ما قلنا وَلَا قَالَ قَائِلٌ لِمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُهُ اللهم صلى الله عليه وسلم أي حقيقة يعني اللي ينكرها هذا ما عند عقل الزهراء عليه السلام بيّنت هذا لما خطبت بالناس كنتم تقتاتون القد تشربون الطر أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد هذا واضح لو لا رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك لو لا أمير المؤمنين عليه السلام لضربة علي يوما خندق تعدل أو أفضل أعمال أمتي أو أعمال الثقلين إلى يوم القيامة اللهم صلى الله عليه وسلم ضربة ضربة واحدة ضربة واحدة يوم الخندق وفي كذا مناسبة النبي صلى الله عليه وآله كان يقول اللهم إن شئت أن تعبد فانصر علي اللهم إن شئت أن تعبد فانصر علي ففضل أمير المؤمنين عليه السلام لا ينكره إلا جاحد إلا مطعون في نسبه وأصله إلا منافق ما كنا نعرف المنافقين إلا من ثلاث وحدة منهم بغضهم لعلي بن أبي طالب عليه السلام ولماذا ينكر هذا هذه حقيقة من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق كل إنسان الآن إذا صاحب فضل أو كذا لا بد أن يعطى حقه ولا تبخس الناس أشياءهم فإذن هذه الأبوة تسمى الأبوة الروحية الدينية العقائدية وهي طبعا أعظم من كل أبوة يقولون أحد الملوك جاب لأبناء مؤدب معلم فبعد فترة شافهم هذول إذا إجاء المعلم المؤدب يركضون يأخذون عليه يحترموا يقبلون إيديه تعجب هذا قال لهم بابا أنا أنا جايب هذا المؤدب وأصرف عليه وكذا أنت تحترموني بس ما تحترموني مثل ما تحترمون هذا قال لولا أنت صح لك الفضل أنت أب وراح ييجي هاي الأبوة النسبية وأثرها لكن هذا أبونا الروحي هذا الذي أخرجنا أنت أخرجتنا إلى دنيا الكون والفساد الفساد يعني الفناء أما هذا أخرجنا من الظلمات إلى النور في حديث أظن عن الإمام الصادق عليه السلام ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا قال ليس إحياؤها هو إنقاذها من الحريق والغرق وإن كان منها يعني منها صحيح لكن ثوابه ليس هذا المعنى الأجلى المصداق الأكمل للآية ولكن إحياؤها إخراجها من الظلمات إلى النور هذا الذي يأخذ بيدك ويوصلك إلى الحق وخصوصا الإنسان الذي لم يكن يعرف الحق ولم يكن يعرف أهل البيت عليهم السلام في مضمون رواية أيضا واحد يجي للإمام السجاد عليه السلام قال لي ما اسأله يا ابن الرسول الله قال لي سأل قال لي هذا الشخص قتل أبي صارت فدعرك مشاحنة قتل أبي والآن أنا أريد أن أقتص منه الإمام اتقوا فراسة المؤمن إن في ذلك لآيات للمتوسمين يعرف كل شيء سئلة قال لي هل لهذا الرجل قاتل أبيك فضل عليك قال لا لا فضل له عليه قال لا تذكر أكو فضل بس يظنه شيء عادي قال لا تذكر قال يا ابن رسول الله أني لا أجد له فضلا علي إلا أنه علمني التوحيد والنبوة وحبكم أهل البيت قال ويحك ويحك يا هذا هذا يعدل دماء السماوات والأرض هذا أهل السماوات والأرض قال هكذا يا ابن رسول الله قال نعم قال نعم قال إذا كان الأمر هكذا فإني أعفو عنه يا ابن رسول الله كرامة لهذا يعتبره فتشي بسيط لأن هذا منظارة شنو منظارة مادي هل له فضل عليك يعني مطيك فلوس مساعدك مقعدك ببيت بلاش أو كذا هالقضايا اللي كثير من الناس ينظرون إلى الجوانب المادية أكثر من الجوانب شنو الروحانية هذا فتشي معروف ومعلوم فإذن أنا وعلي أبوى هذه الأمة يا هي الأبوة الأبوة الروحانية الدينية العقائدي وأكو معنى آخر للأبوة أبوة النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمن عليه السلام وكل الأئمة صلى الله عليه وسلم تسمى الأبوة الخلقية أبوة أبوة الخلق شنو أبوة الخلق يعني يعني كذا مرة أنا ذكرت أحاديث كثيرة أن أول ما خلق الله عز وجل نور محمد وآل محمد والله صلى الله عليه وسلم ومن هذا النور خلق شنو خلق كل شيء المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة هم النور وهم الرحمة سلام الله عليه فهم أصل كل شيء أصل المؤمنين ولا يخفى عليكم ذكرت في الليالي المتقدمة ذكرت بأن المراد من المؤمنين ليس فقط مؤمني الإنس وإنما مؤمني الجد مؤمني النبات جماد النبات الحيوان فأصل يعني أبوة كل هؤلاء المؤمنين هم محمد وآل محمد عبد الباقي العمري أفند الموصلي عند قصائد رائعة في مدح أهل البيت عليهم السلام وخصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند قصيدة في مدح الإمام موسى الكاظم عليه السلام شرحها آية الله العظمى السيد محمد كاظم الحسين الرشدي على الله مقامه تأليف عميق جدا اسمه شرح القصيدة العمرية صعب أنت يعني إذا ما عندك دراسة حوزوية أولا وثانيا يعني تخصص في فكري هذا السيد وفكر الشيخ على الله لأنه تلميذ الأرشد للشيخ الأوحد صعب صعب تقرأ هاي الكتاب وتفهم فأنا نصحك لا تقرأ اقرأ شرح الزيارة نعم اقرأ للسيد الخصائص الأسرار الشهادة الإمام الحسين عليه السلام نعم اقرأ مثل أصول العقائد للسيد حياة النفس للشيخ نعم اقراها أما هذا لا تقرأ علماء بزمانة ما فهموه هذا هو وتفسير آية الكرسي لأن أحد العلماء يقول احنا الظاهر ما ضبطنا دور التأويل والباطن والمدرش عالم من العلماء الكبار بزمن الشيخ قدس الله نفسه فإذا الإنسان يروح يقرأ وما يفهم الكلام فقد ينكر ويكذب وتالي الله يحاق به بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله إذا ما تعرف علم التأويل وعلم الباطن وباطن الباطن لا تخوض ولا تحكي ولا تتكلم لأن إذا تكلمت الله عز وجل باشر يحاسبك لو ما يحاسبك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب قل ما أعلم هذا مو شغل هذا مو شغل أحد العلماء السيد ابن السيد مهد الشهر ستاني مرجع كبير في زمن الشيخ ابن محمد لما صارفت كلامه كذا جو سئله وقال له لشنو رأيك بهاي شرح المشاعر العرشية فلسفة كذا قال أنا رجال فقه هذا ما أعرف به شي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه لا تصورون يعني عدنا علماء متخصصين بالفقه والأصول بالفلسفة ولا ما يعرف عدنا علماء متخصص بالتفسير وأكو علماء متخصص بالتاريخ أكو علماء متخصص بالفلك بالرياضيات السئلة زين فمون كلهم يعني جامع مانع صعب أن عالم يجمع جميع العلوم أكو لكن صعب قليلة وقليلة جدا زين فهذا الشاعر الكبير عبد الباقي العمري أفندي الموصلي عند قصيدة في هذا المعنى يخاطب الإمام علي عليه السلام شيء يقول يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه أكثر الجاهلين للعالمين شيء آني وأمثالي من الجاهلين شيء يسأل وشعده شيء يلقلق باللسانة ويحشي وهاي وكذا شوف هذا مو يتكلم جزافا هذا يسأل العلماء من عبد الباقي العمر الموصلي اقرأ اقرأ وشوف منه هذا يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه أن تثاني الآباء في منتهى الدور منتهى الدور يعني أول الخلق شوف منتهى الدور المراد منتهى مو منتهى الأخير أول الدور أن تثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه بس شوية هنا أريدك شوية تفتح ذهنك وصلنا للمطلوب وآباؤه تعد بنوه خلق الله آدم من تراب فهو ابن له وأنت صلوا على محمد وعلى محمد بينا نحشي يعني نخوض بيها لو ما لو نتوقف يعني نمشي يعني نمشي فينا نتحمل اللي ما يتحمل خلي نام خلي يلهى عن هذا خلي روحي غسي لان حاشا أنا خاطب الحاضري ولما تدرون هذا التسجيل راح يروح فضائيات يوتيوب غيره اللي بي يتحمل يتحمل اللي ما بي يتحمل يديروه مو أنا أقول هذا هذا مو أنا أقوله اللي عنده شغله يروح العبد الباقي لعمري الأفند الموصل أنا أقوله أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه خلق الله آدم من تراب فهو ابن له وأنت الله مصل على محمد كلكم لآدم ما قال كلنا ماذا قال كلكم لمو كلنا لأنهم مو من تراب سلام الله عليهم عاشا من طينة مخزونة لم يجعل لأحد فيها نصيب ماكو لا نبي مرسل لا ملك مقرب لا عبد مؤمن اعرفوا محمد وآل محمد وآباؤه خلق الله آدم من تراب فهو ابن له وأنت كلكم لآدم وآدم من تراب وعلي شنو أبو تراب السهنانة غوص غوص في معاني هذه اللقب أبو تراب شنو أبو تراب مثل ذول قسمك سئلوهم يا با شنو معنى أبو تراب مرسوا مسابقة بالتلفزيون ونحدى القنوان نصهم وثلاثة أربعهم يم أمير المؤمنين عليه السلام ذول بيعون يشتغلون محلات وآم قلوا والله ما أدري الزين الزين بهم قال الإمام علي عليه السلام كان نايم بالمسجد وقد علاه التراب أجى النبي صلى الله عليه وقال قم فإنك أبو تراب هذا معنى أبو تراب هذا أحب وأعز الألقاب لأمير المؤمنين عليه السلام صحيح موجود الحادثة ما نقول لا لكن هو هذا معنى اللقبه بأعظم الألقاب وأحب الألقاب إليه زين لا ليس هذا هذا المعنى الذي ذكره في البيت السابق أن تثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه هذه الأبوة الأصلية أبوة الخلق أبوة النور والرحمة أبوة المادة والصورة أبوة الوجود والهيئة أبوة خلق الله أول ما خلق الله المشية وخلق الأشياء شنو من المشية فالمشية هم حال المشية هم محمد وآل محمد فإذا سألوك أبو طالب منه أبو ها سلام شو متردد يعني شاحنة مو قلنا إذا عندك استعداد توجه ها عبد الله منه أبو ها رسول الله محمد وأمير المؤمنين اللهم صلى على محمد ذول الشعراء ذول العارفون ذول اللي يعرفون فضائل أهل البيت عليهم السلام مو إحنا مو أنا وأمثالي أهل الدنيا أهل بس محتارين يا السياسة يا الأكل والشروب يا الطماطئ وقعد وقال هذا غلو وهذا تشذيب وهذا شنو الشيخ لو السيد يحجب هاي الفضائل هاي ما تتحملها العقول زين الله يرحمه الشاعر اللي يقول فهب أني أقول الصبح ليل أيعمى الناظرون عن الضياء بعد أكثر من هذا ما أقدر أقول زين يعرف الإنسان قيمة نفسه مو أهل لذلك يسكت لا ينكر لا ينكر ويل يوم القيامة ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم قتل عن نفسك زيارة عاشرة وأنت لا تشعر إذا نكرت مقامات وفضاء المحمد وآل محمد الشيخ عباس الأعسم رحمة الله عليه من كبار علماء الشيعة في النجف الأشرف تلميذ السيد محمد حسن الشيرازي الملقب المجدد الشيرازي شيخ خاطب أمير المؤمنين عليه السلام يقول له وثقت بأن ما في الكون يجري به قلم القضى جار بحكمك زين طبعا جار بحكمه ليش ليش لماذا لأنه هو ولي الله هو ولي الله في الأرض وهو خليفته وهو الشاهد وهو الحج وهو وهو زين فالله سبحانه وتعالى بعز قدسه إنما يقوم بهذه الأرض أمور شؤونات الدين والدنيا منه الخلفاء الأولياء الأنبياء الأئمة الملائكة وهكذا حسب رتبهم زين وتنزل الفيض وتنزل الأوامر الإلهية زين لا يأتي شخص من أهل الغباء ويقول شنو هذا يعني يعني مستقل بإذن الله بأمر الله سبحانه وتعالى زين ما يذكر شيء في حق أهل البيت عليهم السلام وقصدنا الاستقلال هذا كفر أو قصدنا الشرك هذا كفر وشر لا شراكة ولا استقلال بل عباد مكرمون زين تجي كثير من المسلمين من تقول مثلا الملك جبرائيل عزرائيل إسرافيل زين ميكائيل هم الذين يتولون مسألة الخلق والإحياء والإماتة بأمر الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يقول لك نعم ذول ملائكة لكن من تقل الأئمة عليهم السلام قل لك لا 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 يا بأ ليش ليش لا 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 مو هذا أبو نؤاس سئله قال له لا كل الشعراء مدحوا لإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد إلا أنت قال قيل لي أنت خير الناس طرا في فنون من الكلام النبيه لك من جيد القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أستطيع وصف إمام كان جبريل خادما لأبيه الله يجي هذا العالم هذا العالم هذا العارف هذا الشيخ الذي يعرف قيمة أهل البيت عليهم السلام وثقت بأن ما في الكون يجري به قلم القضى جار بحكمك بعثت مع الأولى سبق خفيا وجهرا قد بعثته مع ابن عمك برزت إلى العيان وكان طفلا أبوك بحيث لم يلمن بأمك فأنت الآية الكبرى بحق واسم الله مخزون باسمك الله اللهم لو نقعد مننا بعد عشر تليليون سنة بس نحك بالشعر اللي قالوه في أمير المؤمن والبيت عليه السلام اقرأ اقرأوا يا أخواني إن من الشعر لحكمة واحفظوا الأشعار اللطيفة الرائعة علموا أبناكم رغبوهم قل تعال احفظ هاي القصيدة وانطيك كذا مبلغ اطيك هي جهدية زين ازرعوا في نفوسهم هذه القضية حتى يتعلموا ويتأدبوا لأن احنا في زمان الآن في زمان يعني للأسف كثير من الناس الشباب ما تعرف الفضائل الهل البيت ما تعرف مقامات الهل البيت ما تعرف مناقب أهل البيت عليه موضوع للصلاة والسلام هذا دور الآباء ومن فقط دور الخطباء والعلماء برزت إلى العيان وكان طفلا أبوك بحيث لم يلمم لأمك بعثت مع الأولى سبقوا خفيا من الأولى انبياء بعثت مع الأولى سبقوا خفيا وجهرا قد بعثت مع ابن عمك فديوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام يمازح سلمان يأكلون تمر في شال نواية قطف بها سلمان مرة فد واحد من ذول المتفلسفين قال لي يعني تتعقلها الإمام عليه السلام سلمان عبد لأمير المؤمنين عليه السلام صح لولا شبيه زين قطل والله أنا أعوذ بالله من كمة آل إذا الإمام يشمرني بنعالة أقبل عالة أنا الله يرحم السوسي أنا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعلي أبي تراب اللهم صلى الله لو لا أن تقل فيك طائفة ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك مقالة ما مررت بقوم إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون البركة تحت قدميه لابس عال لو ما لابس عال يبشي حافل أو لابس عال يعني تحت القدمين مو تحت القدمين مباشرة وإنما تحت جنوب شقد أهل البيت مظلومين سلام الله عليه السلام عليك يا أول مظلوم وأعظم مظلوم وإحنا قد إحنا اللي ندعي موالاته ومحبته وهاي الناس تدعي تشيع وكذا وموالاته قد هم ظالمين الأمير المؤمنين عليه السلام وأي ظلم لأن إنسان مثل خريج كلية خريج ماجستير أو دكتوراه تجي أنت تقول هذا لا مو خريج ماجستير دكتوراه هذا خريج إعدادية ظلمته أو لا ما ظلمت ظلمته وربما ذاك يقيم الدنيا ولا يقعدها لكن نزل أهل البيت عليهم السلام ما يخالف ماشي مو مشكلة حتى لا نقع بالغلوة لماذا تقع بالغلوة اجعلونا مخلوقين اجعلوا لنا ربا نقوب إليه وقولوا فينا شنو يعني ما جاءت به الروايات هذا ما لأن تبلغوا وما عساكم أن تقولوا فينا روايات كثيرة بعد السحنة فقط ما يسمع قال سلمان يا أمير المؤمنين لماذا تمازحني وأنا شيخ كبير وأنت شاب قال له أمير المؤمنين أنا أكبر منك يا سلمان ماذا قد عمر سلمان خمسمائة وخمسين سنة لما مات آخر أوصياء عيثى عليه السلام من الأوصياء كان سلمان اقرأوا كتاب نفس الرحمن في فضائل سلمان كتاب مهم جدا وعميق قال كيف قال أنا أخبرك أتتذكر كذا فاتمنت قدشت أرجنهيتي قال نعم صحراء من أخبرك قال أنا أخبرك لما هربت من أهلك ومررت بهذه الصحراء أصابتك جناب صحيح قال نعم صح من أخبرك قال أنا أخبرك فنزلت إلى ينبع ماء نبع ماء لتختسل صحيح قال نعم صحيح قال ما الذي حصل قال أنت أخبرني ما الذي حصل بعد بعد تعرف كل شيء قال جاءك أسد ووقف عند ثيابك صح قال نعم صح من أخبرك قال أنا أخبرك قال من الذي أنقذك منه قال من قال أنا أخبرك جاءك فارس وأخذ يصف الفارس من رأسه لابس من خوذة ودريع وسيف ورموح هاو الجواد اللي راكب عليه إلى أخمص قدمه شلمان متعجب قال نعم من أخبر قال أنا أخبر قال أردت أن تعطيه هدية صحيح قال نعم صحيح قال ماذا أعطيته قال أنت أخبرني قال جمعت له ورود ورياحين لنشعدك لا فلوس لا أي شي جمعت له ورود ورياحين صحيح قال نعم صحيح قال يا سلمان لو رأيتها هاي الباقة ما للورود ورياحين تعرفها قال نعم فمد أمير المؤمنين عليه السلام يده إلى كمه وأخرج الباقة وقال هذه هي السلمان قال نعم هي هذه اللهم صلى الله عليه وسلم أحمد فقام سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقص عليه القصة قال نعم يا سلمان وهو كذلك يا سلمان لقد نصر أمير المؤمنين جميع الأنبياء سرًا ونصرني جهرًا سلع له باشر عقب بعد ما عندنا مجاله هو يعدنا سؤال لا لا ما يوقف في الوقت باشر أنه ما يخلصن لا تقولي خلصن ما يخلصن لا أبا كافر فإذن شنو هذا أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه خلق الله آدم من تراب فهو ابن له وأنت هذا مختصر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو حسنا الرأي الثاني معنى الوالدين الوالدان النسبيان الأب الأم اللذان أخرجاك إلى الدنيا حياة الدنيا هذا لهم الفضل الله عز وجل أكد على برهما ولا تقل لهما أفن يقول الإمام لو كانت هناك كلمة أدنى من أفلق لها ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ولو كانا كافرين بعض الروايات ولو كانا كافرين ما من حقك تقول له أف أبدا زين ادعو لهم بالهداية من نظر إلى والديه نظر مقتل لهما وهما ظالمان له فقد عقهما أبوك أمك الضربك مثلا يأخذ أموالك يسلب أموالك يضايقك ظلم ظلم إذا تقعد وتحد النظر تقطب وجهك هي شو مجرد تنظر نظرة شنو نظرة غضب فقد عققتهما عققتهما وإن رائحة الجنة على مسافة مسيرة خمسمائة عام رائحة الجنة الشمهة شقد الآن تمشي خمسمائة سنة شقد المسافة ولا يشمها عاق لوالده ولا يشمها عاق هاي روايات بعد لو تريد أحكي لك للصبح للصبح قال هذا ظالم يا أبوي غاصب أموالي كذا ما أعرف إيش هذا الإسلام هذا الإسلام يعجبك يعجبك شلون نمسي حجينا على التشيع هذا التشيع وهذا الإسلام هذا الإسلام ممكن أقلقة لسان ليس إنه تحترم أبويك تبرهما تستغفر لهما يظلمك يضرباك كذا فحت تحمل هذا بلاء هذا اختبار هذا اختبار وابتلاء إذا تنظر نظرة مقد فقد عققتهما وتمنع من شم رائحة الجن على مسيرة خمسمائة عام فما بالك يعني من باب أولى ما يدخل الجن زين شنو رأيك هذا اللي يضرب أبو لو يضرب أمه لو يسيبها ولو يشتمها من عولت الوالدين أريد سيارة حديثة الفين وسبوطعش إيش منيش كذا ساب شتم لعن مو تالي يجي قل أبد والله ما ننسى حسين ليش تكذب أنت نسيت الحسين عليه السلام لما تركت الحسينية واللطم وذهبت وأسأت لأمك وأسأت لأبيك لأن الإمام الحسين عليه السلام يرضى بهذا لو ما يرضى ما يرضى هم أسسوا هذا الأمر هم لأجل هذا بأبي وأمك بر والديك ولو كان فاجرين ولو كان كافرين بس ذاك اليوم سأل فت شخص أشير له لا بأس بذلك يقول سيدنا أنا شنت عاقل والدي حال حياتهما أقدر أحصل برهم بعد وفاتهم نعم شوف الرحمة الإلهية ما دامك انت عدل تستطيع أن تبرهم شلون تبرهم مثلا عليهم صلاة عليهم صيام زين أعمال خير تصدق عنهما حج عنهما زر عنهما نيابة يعني شكوا أعمال خير تحاول أن تزوي نيابة عنهما فهذا شنو قد ماذا قد يرفع العقوق عنك لأن عندنا روايات بأنه بعض الأبناء قد يكون بارين بوالديهما حال حياتهما لكن شنو لكن بعد وفاتهما يعقانهما شلون مثلا مثل أبوه موصه بالثلث الأم موصه بالثلث يلزم الثلث يأكله يسرقه هو أيام حياتهم يبرهم ويغسل لهم ويجيب لهم وأكل ويحترمهم لأجل حتى شنو يكتبوه هو الوصي خلوه هو الوصي وإذا وراء ما مات مات وش سوى هو أخذ كل شي هذا أشد من شنو عقوقهم حال حياتهم وأكو بالعكس قد يكون شنو قد يكون الولد عاق لوالدي حال حياتهما إذا بار حال حياتهم وبعد وفاتهم هنيئا لكن قد يكون عاق شوف هاي مسألة مهمة فكيف أحصل برهما يقول بالأعمال الصالحة بالخيرات بالصدقات بالزيارة نيابة عنهما هذا يصل على منهج أهل البيت عليه السلام هذا يستمر لهم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه نعم لابن البار بأبيه مثال عظيم للابن البار بأبيه الإمام الحسين عليه السلام لما توجه من المدينة إلى العراق في الطريق تقول الرواية غفى على ظهر جواده ثم استيقظ وقال إنا لله وإنا إليه راجعون قربه كان ولده علي الأكبر قال أبا أراك استرجعت لا بدأك سبب قال بني سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم قال أبا أولسنا على الحق قال إي والذي إليه مرجع العباد قال إذا لا نبالي إذا لا نبالي قال جزاك الله خيرا علي الأكبر فلذت كبد الحسين عليه السلام كأني به وقف عند باب الخيمة وأبوه مطرق إلى الأرض برأسه رفع الإمام الحسين عليه السلام رأسه قال بني عزمت على القتال قال نعم يا أبا ذلي قال إذن إلي إلي يقول الراوي ضمه إلى صدره أخذا يبكيان ساع من الزمان حتى أغمي عليهما من البكاء ثم توجه علي الأكبر يقول الراوي كانت ليلى أم علي الأكبر واقف عند باب الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله الحسين عليه السلام يعني جعلته مرآة لما يحصل لولدها علي لحظات وإذا تغير وجه الحسين عليه السلام جاءت إليه تعلقت به قالت أبا عبد الله هل قتل ولدي علي قال لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخشى عليه منه يا ليلى ادخلي إلى الخيمة ادعي لولدك فإني سمعت جدي وهو يقول إن دعاء الوالد مستجابا في حق ولدها جاءت دخلت خيمتها رفعت يديها قالت إلهي بغربتي أبي عبد الله إلهي بعطش أبي عبد الله يا له من قسم عظيم يا راد يوسف إلي عقوب أردد علي ولدي علي علي سالم والسلا يا يات لله بحبيب يا ياب الحسين وش ما بمصيب يا راد يوسف من مغيب أريدك علي سالم تجيب وظلت تبكي وتبكي حتى أغمي عليها من البكاء واستجاب لها الله عز وجل ورجع علي الأكبر لما دخل إلى الخيمة جعل رأسها في حجره أخذ يبكي تساقطت دموعه على وجهها أفاقت قالت من هذا ولدي علي يا لها من فرحة قالت بني إلي إلي إلى صدري لكن يعز عليها ما دامت هذه الفرحة ما هي إلا لحظات وأعيد إليها ولدها علي لكن شلون أعيد وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد مقطع الأعضاء جلست عند رأس بني علي بني علي تقل يا ابني يا ابني بعد عندي إش خليت عمود الوسط يا الشاء يا 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 أيل البيت أنا بيش جيت وبيش رديت يا حسان الكربل لا يا 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 أجيت يا كوكب أن ما كان قصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان ما بين جواره وجواري أخواني لدينا مرضى أصحاب حوائج يسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضضر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضضر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضضر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي مسنا الظر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعائش في مرضاهم اقضي حوائجهم أحفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين نجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان أخواني الحاضرون نحفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم صلوات